اسمع بقى، لو فكر البيتكوين هو المثال الأعلى للعملات الرقمية، تعال أقول لك الحقيقة البيتكوين ثوري آه ورمز النجاح أكيد، بس الحقيقة إنه ما انتشرش بجد ولا بقى أصل مالي عالمي إلا بعد مظاهرة المنصات المركزية زي باينانس وكوين بيس وكراكين المنصات دي جابت السيولة وسهولة التداول والمضربة وخلت الناس تشوف البيتكوين كأنه دهب رقمي بس ده كله كان ليه تعمل اعتماد كبير على الوسطاء المركزيين، واللي ده جزء من فلسفة ساتوشي لللا مركزية يعني البيتكوين أثبت إن العملات الرقمية ممكن تبقى ثورية، بس النموذج ده بيعتمد على العالم الخارجي، على الناس اللي بتحرك السوق من برة تعال نشرح بوضوح، البيتكوين لا مركزي من جوة، بس الاستخدام اليومي والقيمة السوقية اتبنوا على المنصات المركزية لو ما كانش فيه CE Access كان البيتكوين هيبقى مجرد أداة تقنية محدودة المنصات دي قدمت سيولة ضخمة للمضربة، تحويل سهل بين العملات الرقمية والفلوس، جذب المستثمرين الكبار والأهم أصحاب الأبواب الخلفية للإبتعاد عن الرقابة وكل اللي غير قانوني النتيجة القيمة النهائية للبيتكوين دلوقتي أكتر في التداول الاستثماري، مش الدفع اليومي الناس نادرا تستخدموا تشكير بيئة أو سلعة من غير وسيط مركزي دلوقتي نيجي للجزء اللي يفرق اللعبة كلها باي نتورك مش مستنية حد ييجي يبني البنية التحتية ركزت على إنها تبني نظام بيئي كامل جوة الشبكة نفسها أكتر من 215 تطبيق لا مركزي دي أبس في مجالات مختلفة مدفوعات، تجارة إلكترونية، ألعاب، تعليم، تواصل اجتماعي وخدمات مالية تطبيقات حقيقية تسمح بتبادل باي جوة الإكو سيستم نفسه أدوات زي باي براوزر و باي أب ستوديو بتمكن أي حد من بناء تطبيقات ودمج باي كوسيل الدفع ومميزات زي دوت باي دومينز وستيكينج لدعم التطبيقات وخلق اقتصاد داخلي مستدام رؤية باي واضحة أنها تخلي العملة وسيل الدفع يومية حقيقية داخل نظام بيئي يشمل كل نواحي الحياة من غير الاعتماد على مضاربات خارجية لإثبات القيمة البيتكوين أثبت أن العملات الرقمية ممكن تبقى ثورية بس باي نتورك بتثبت أن العملة ممكن تنجح كوسيل التبادل فعلية مدعومة بملايين الرواد اللي بيبنوا ويستخدموا التطبيقات يوميا الفرق مش بس في التكنولوجيا، الفرق في الفلسفة هل نستنى الآخرين يبنلنا ولا احنا نخلق نظامنا بنفسنا؟ باي نتورك اختارت الطريق الثاني من أول يوم بكل وضوح وصراحة وقالت لكل الانضام ده مصرنا في ناس اختارت الطريق الأول مصار المضاربات وبتكيل اتهامات من غير ما تفهم المشاريع اللي اختارت المصار الثاني الطويل والشاق اللي محتاج صبر دول اللي هيقدروا يغيروا حياتهم وحياة البشرية كلها دلوقتي قطعنا مصار كبير قرى بيتهي وبدأ التغيير الحقيقي يظهر ظهور الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية لأول مرة في تاريخ البشرية وفتح الباب لحلم يبنيه البناه الحقيقيون ليتحول ده لواقع يغير كل اللي حوالينا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر